اشتركوا في القناة 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 دعاء الافتتاح لأحد أمة أهل البيت عجل الله تعالى وفرجه الشريك إمام المهدي دعاء الفرج تعافي زمنة غيبة عندك بعد أكدعي أخواني نحن رح نطيك جازة مقدمة من قناة المعامل الحسين جلنا نرتقي أنه بدون مسابقة نطيه لأحد المتطوعين هذه ما تقيم جهودك ولا تقيمك أنت كشخص لكن خلي نقول هذا جانب تحفيزي شكرا لك مسلم الله يوفقك الله يسلمك ننتقل للحجة أبو إيمان نحن شوية تعب ماخذهم حجينا السلام عليكم شونك سأمقبل خلي قاعد براحتك جزاك الله الله خير على حبك الله يبارك بكم تقبل طاعاتكم إن شاء الله سؤال فليه؟ والله تعب في شهر رمضان نعمة الحمد لله وخاصة من تخدم هذه الشريحة البائسة الخطيرة يعني هنيالة اللي يخدم الأيتام اللي يقدم لهم خدمة وأغلب الناس تتمنى هاي الخدمة تتمنى يقدم تتمنى يقدم الخدمة للأيتام وطبعا شاهدناها من تدخل لك في أي مؤسسة تطلب معدهم التعاون في أي تاجر تتسوق من عندهم في أي مكان تطلب معدهم موافقة معينة من يسمع بيها للأيتام؟ من يسمع بيها وللأيتام؟ الحمد لله هذه نعمة تدري المذهب الوحيد اللي تتجارنا يتعملون بهذا بلا شك ويقدم كل عطاعة كل ما بسعه يقدمه وأكثر ويتمنى بل هو يشكر من عندك أنه أنت اختاريته أنه يكون هو مساهم وكذا طبعا شاهدناها بالأخوة التجار جزاهم الله خير يعني قسم نعدهم ساهم باختيار النوعية الأفضل وبعض المواد ما كانت متوفرة لن أكو داعمين للقضية متبرعين وأكو تجار أيضا يساعدون أحسنتم بالضبط على سبيل المثال مادة الرز خاصة في شهر رمضان تنفقد وتعرف جنابك أحسنتم إحنا عدنا فد اختيار بالماركة الجيدة كما وصى سمحت المرجع أنه أطعمه كما تأكلوا أحسنتم فاختارنا فد ماركة نادرة كانت مفقودة في كربلا أحد التجار لأن للأيتام لأن للفقراء استرد هذه المادة من إسليمانية مرغم من مسافة خاص وقال أنا ما يهمني موضوع النفع لا المهم أنه أحس أنه اليتيم يأكل يعني بمساعدتي أو بجعماتي يعني هاي واحدة من القصص وقال لك حادثة بالفترة كورونا بل ويأحد الشباب اللي فرغت تطوعية رحنا نبلي أحد التجار بل يا بريد فلان هنقول مع جون بل بفلان سعر فقلنا لأحنا فريق تطوع ودي نجهز الناس وكذا فقال أوكي شقد فلوسكم؟ قلنا لعلي نطعنا أكثر من الكمية اللي تشنا رأيديها بل مطافلنا قطية صحيح شنوح القطية الشيشة الإضاثية صحيح قال هاي حتى أنا مطلع من الفلوس يعني أطلع تكون ذنب فلوس بل 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 أذكر لك قصة ثانية جميلة سحنا تاجر نقول تاجر ولكن كشريحة بسيطة أول عمال التحميل والتنزيل يعني عامل هو بسيط خطية يعيش في قطية والله العظيم يعني هذا من يشوف هذه المواد للأيتام يعني يخجل يأخذ عليه أجره يخجل ولكن نحن نعرف هو هم بائس هو هم رجل فيه يعني بائس وعلى قد حاله بس من يشوفها للأيتام يعني يظل حاير بس إحنا بعدين نضغط عليه نقلابه أخذها هاي هدية بسم سيد الشهداء إن شاء الله وما تقصر يعني من التاجر من العامل من السائق من كل شيء وحتى الآن هذي الشباب اللي تشوفها الكل من دفاع إنساني للأيتام أنا متأكد أغلبهم هو تعبان أغلبهم هو عنده مشاغل أغلبهم يمكن ما شايف أهلا من الصوحة إلى حد الآن ولكن أكون عنصر مشترك هو اليتيم عندما يسمع بهذه الصفة يتيم تنهار المشاعر أحسنتهم وهكذا بضا بوطي الحمد لله شو الجدول التوزيع الجدول الزي طبعا نحن نتعرف أستاذ أحمد المؤسسة الوحيدة اللي تنفرد بهذا المشروع يكون مميز أولا يكون هناك لجنة عندنا باختيار المادة كل مادة تجرب تجرب نعم تطبخ وتجرب من بعدها يتم اختيارها إذا كانت جيدة أو غير جيدة قبل أن تصور أستاذ أحمد ماضي فحص التمر نعم وضوقنا كل إحنا من عندها شوفوا خوش تمر أحسنتم أحسنتم بعض المواد نظل نجربها إلى أربع مرات خمس مرات نعم حتى أنطيح على النوعية اللي تليق بعالة اليتيم ضرورة جدا أحسنتم بالضبط بالضبط أحسنت نظام لذلك انت شوف 13 مادة تجرب كلها مرة مرتين كذا لذلك هذا المشروع هو استراتيجي كبير ويكون استعدادة مسبق يعني إحنا قبل شهرين متفقين وتبدأ هنا الاستعدادات لهذا المشروع من اختيار المواد طبعا هنا 13 مادة غداية نبدأ بمادة الرز بوزن 4.5 كيلو لكل عالم والتمر العراقي والشعرية والزيت والمعجون والحمص والعدس والسكر والشاي 13 مادة الحليب نعم والحليب والسمك التونه أيضا همات موجود والطحين أيضا موجود والملح والملح موجود 13 مادة غداية الحمد الله الله يباك بكم واجهتوا صعوبات بالتنسيق على المكان الخزن طرق النطيل لا الحمد لله لا الكل متكاتف لأن مشروعنا السنة واسئ وكبير بسبب ضخامة الكميات ولأن ضيوفنا المستفيدين كمخاتير كمؤسسات متعاونة المستفيدة يحضرون من مختلف المحافظات لذلك نحتاج إلى مساحات كبيرة سيارات مكان متسع صار تنسيق وإدارة ملعب كربلاء الدولي وجزاهم الله خيرهما أيضا من خلال منبركم أحسنتم وإحنا أول مؤسسة ندخل في الملعب ممكن مقتصاص الملعب هاي الأعمال أبدا بالضبط أنا سمعت من الأستاذ مدير الإدارة بالملعب أنه حتى معالي الوزير يفتخر أنه إحنا اختارينا هذا المكان في ملعبه للمساعدة الإثام والفقراء الله يبارك شكرا أستاذ أحمد مبارك الله بإختمتكم بفضل دعاكم إن شاء الله حياكم الله الله يبارك قبل أن نختم نرى أستاذ حيدر السلام عليكم السلام عليكم أنا مسألا الله يخليك الله يبارك بيك شو نتلاحك أنت تشم هما عندك بالقناة وجاي اليوم إحنا الحمد لله هاي للعلم هي هاي حالة حال مثلا الخدمة الحسينية اللي إذا نخدمها الخدمة الزوار هاي هاي هم ننتظرها من السنة للسنة الحمد لله لأن هم قضية إنسانية لأن هم قضية إنسانية ننتظر محرام والصفار والوضع فعلا ننتظرها اللي هم تعتبر خدمة إنسانية أولا للأيتام وثانية المتعففين فقراها شنو واجبك هنا أنا أنا مسؤول المتابعة ميدانية خليه وضعي الجمع سيدر بالقناة تحدفت ست سبع مسؤوليات الله يوقي الله يخليه واليوم هنا أنا مسؤول المتابعة شنو شغل المتابعة بالتحديد سورة عامة مثلا جودة المنتج جودة المنتج مقبل أن يشترواها نماذج نرتبها بالجيج أنت من الأن الذي جربت النماذج فعلا أنا جربتها هم تجربتها أي مكان الموجود يعني المواد النفس اللي نجيبها لبيوتنة نفس اللي نستخدمها من مواد الجودة العالية نفس اللي نجيبهن من السلات استمروا بالعمل. ما هو الدافع اللي يجعل الشباب الفتيح مثل أخوية وغاية الشباب انهم استمرين بهذا العمل. يمكن غيرهم هسا أما قاعد بكوفي أو يلعب طوب. شوان حفزتوهم حتى يستمرون؟ بالعلم تقويرا هم نفسهم اللي كل سنة يجون. هم هم يتواصلون على تواصل ويانا اللي شووكت شوكت مثلا نجهز نفسنا. شوكت نتحضر. شوكت نجعي. احنا ويام على تواصل اللي اي مناسب اي شي هما يكونون موجودين. الحمد الله. التوزيع مثل ما نوهو لساتذة انه رح يبدي باخر عشر تيام مرة. صح؟ كل سنة هيتش. بهذا الجدولي. الله يوفقكم. الله يخليك. وشكرا لهذا الوقت وهذه المسئوليات للمناطب حضرتك. الحمد الله. نقول الله لا يحرون من هذا التوفيق. احنا نعتبر هذا توفيق. والحمد الله. الله يوفق الجميع. احنا جايني نخدم هنا. احنا احدت نحن كنا قاعدين شباب يجانا واحد قال احنا عدنا خدمة تحبو ان شاركونا بهذا الشيء انا واحد يعني مشارك بي وهي الهلال الاحمر فيجاني انا شارك فيجاني هم وقالوا لو تجي شارك قلت لهم نعم اجيت الثاني يوم باشرتوا اياهم اليوم ثاني يوم تحيي ثاني يوم اليك؟ نعم الله يبقك ان شاء الله كل عام الله يبقك ان شاء الله هذه العادة شكرا لك شكرا سيد حيدر الله يبقك شاهدين وصلنا لخدام هذه الحلقة جهود استثنائي من مجموعة خنوات المعمل الحسين مؤسسة مصباح الحسين والآي أج سي هذه المنظمة اللي مستمروا هنا نلتقيكم ان شاء الله في خدمات اخرى في اعازات اخرى في كل الاعمال الانسانية الحسينية اللي نثبت بيها انه احنا من اتباع مير المهمني سلام الله عليه في امان الله نلتقيكم ان شاء الله قريبا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة